في بث مباشر من مدينة شفا عمر ينضم إلي المختص في العلاقات الدولية دكتور أمير خنافس مساء الخير دكتور يعني بداية عندما نتحدث عن هذه اللقاءات ما هي دلالاتها دلالات هذه التصريحات التي نسمعها أيضا من نتنياهو وهل يمكن أن نفهم أنه بات فعلا يشعر بالقلق تجاه صورة إسرائيل خصوصا مع الاحتجاجات المتصاعدة في الشوارع أعتقد بأن ما نشهده في الأيام الأخيرة هو صورة طبق الأصل من تصرفات نتنياهو في الماضي أيضا نتنياهو كعادته يتكلم بلغة واحدة إلى العالم الغربي وإلى المجتمع الدولي ويتعامل ويتكلم بلغة عنصرية على المستوى المحلي وعلى مستوى لدولة إسرائيل كل من يسمع ما قاله طبعا نتنياهو لمستشار الأمن للقوم الأمريكي في خلال المقابلة الأخيرة وكل من يسمع نتنياهو وتصريحاته على الإعلام الإسرائيلي وخلال جلسة الحكومة الأخيرة يفهم جيدا بأن نتنياهو كعادته يتكلم بلغتين لغة واحدة للمجتمع الإسرائيلي لغة التحريض لغة العنصرية لغة التفرقة بين الأشكناز والشرقيين ولغة بكلام بأن إسرائيل دولة ديمقراطية ولبرالية وسيحافظ على هذا النمط وعلى هذا اللون لدولة إسرائيل وعلى مكانتها كواحدة من الدول الديمقراطية المتقدمة في العالم خاصة ونحن نعرف جيدا بأن نتنياهو يعهم جيدا بأن هذا الموضوع يؤثر جدا على علاقات البيت الأبيض مع القدس مع أورشريم القدس وأن أي تغيير على هذا المستوى سيضعف من مكانة نتنياهو أيضا على المستوى المحلي دكتور نتنياهو خلال هذا اللقاء قال وشدد أن هذا الإصلاح القضائي سيمر بإجماع واسع على ماذا يستند عندما يخرج بمثل هذا التصريح؟ طبعا مرة أخرى السؤال الذي يطرح نفسه لمن قال هذا الحديث هذا ما قاله خلال مقابلته مع المستشار الأمن القومي ولكن نتنياهو نفسه يتحدث بلغة مختلفة للمجتمع الإسرائيلي هو نفسه نتنياهو الذي يقول بأن المجتمع الإسرائيلي ذهب في الواحة في نوفمبر العام الماضي إلى انتخابات هذه الانتخابات أدلت بشكل واضح بأن هناك أغلبية لمعسكر اليمين وأن نتنياهو ولمعسكره المركب طبعا من أغلبية متدينة أو أحزاب متدينة وأحزاب يمينية متطرفة لها الحق الآن في تنظيم دولة إسرائيل وطبعا في كل ما يتعلق في موضوع فصل السلطات في إسرائيل ومكانة الجهاز القضائي ومكانة محكمة العدل العلية الذي نعرف جيدا بأن ما يحاول أن يطرحه اليوم نتنياهو من خلال طبعا وزير العدل يريف ليفين هو القضاء أو وضع أو ليس القضاء فقط لنقول بأنه وضع شروط كبيرة جدا لتهميش مكانة الجهاز القضائي في إسرائيل ما سيضعف طبعا الجهاز القضائي ومكانة محكمة العدل العلية وهذا طبعا ما يريد أن يحققه لكي يستطيع فيما بعد الفرار من المحاكم أو الفرار من الملفات الجنائية التي موجودة اليوم على الطاولة ضدها نعم دكتور إذا ما تطرقنا لكل ما يخص الاستقالات من قبل يعني سفراء إسرائيل حول العالم في كندا في فرنسا ما يعني مدى الضغط الذي تشكله مثل هذه الخطوات واستقالات هؤلاء السفراء أيضا يعني لنا كنا نكون واضحين أيضا في تحليلنا حتى الآن لم نشهد موجة من الاستقالات الاستقالات التي شهدناها خلال الأسبوعين الأخيرين هذه استقالات للصفراء الذين كانوا قد عينوا بشكل مباشر من قبل رئيس الحكومة السابق يائر لبيد وكما نعلم بأن الرئيس الحكومة والوزير الخارجية إمكانية تعيين عدد معين من السفراء خلال فترة حكمهم ولكن هذه الاستقالات حتى الآن هي ليست بمثابة موجة على مستوى وزارة الخارجية وصفراء من كافة الأطياف السياسي أو لنقول هناك صفراء الذين هنا محسبون على السلك الدبلوماسي الإسرائيلي طبيعي جدا بأن وجود مثل هذه الحكومة اليوم ووزير الخارجية الحالي أمر طبيعي بأن نشهد استقالات من هذا النوع خاصة كما ذكرت من نوعية الصفراء التي عينت بشكل مباشر من قبل رئيس الحكومة ووزير الخارجية السابق ولكن أعتقد الأهم من كل هذا هو المظاهرات التي نشهدها في تل أبيب وفي حيفا وفي أرشليم القدس في الأسبوع الأخيرة والتي بدأت بثمانين ألف مواطن قبل أسبوعين أصبحت مائة ألف مواطن خلال الأسبوع الماضي وبرأيه هذا هو التغير الكبير وهذا ما يخيف نتنياهو من أي شيء الآخر لأن هذا يعني بأن هناك اليوم تحرك جماهيري وتحرك شعبي الذي يظهر مدى استئناز الشعب الإسرائيلي من هذه التصرفات أو من هذه الخطوات التي يريد أن يتخذها نتنياهو في الأيام أدلقين الموضوع الآخر والذي بدون أدنى شك كان بمثابة كرت أحمر لنتنياهو هو قرار محكمة العدل العليا في كل ما يتعلق في موضوع الوزير درعي وكما رأينا بأن الوزير درعي كان قد استقال نتيجة قرار محكمة العدل العليا التي حكمت بشكل واضح بأغلبية صاحقة 11 حاكم من محكمة العدل العليا قالوا بأن درعي لا يمكنه أن يكون وزير في حكومة إسرائيل دكتور إذا ما عدنا للحديث عن العلاقات ما بين واشنطن وتل أبيب القنصل الإسرائيلي السابق في نيويورك ألون بينكست قال أيضا عندما تنسح بإسرائيل من قيامها الليبيرالية فإن العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية تصل إلى نقطة تحول هل فعليا تذهب العلاقات الأمريكية الإسرائيلية بهذا الاتجاه أكثر وأكثر دعنا نقولها واضحا بأنه منذ البداية علاقة واشنطن مع شليم القدس تحت هذه الحكومة هي علاقة معقدة يعني بن يمين نتنيا واضح بأنه يفضل الجمهوريين في البيت الأبيض وليس الديمقراطيين ومنذ البداية كان هناك توطر في العلاقات ما بين بايدن ونتنياه نتنياه أضف إلى ذلك بأنه مثل هذه الخطوات والتي تضعف مكان الدولة الإسرائيل كدولة ديمقراطية أو كما كانتها على المستوى الدولي هذا يضعف بشكل مباشر علاقتها مع الولايات المتحدة لأنه إذا كان هناك شيء تلوح به إسرائيل اتجاه الولايات المتحدة كونها أنها الديمقراطية الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وهذا هو طبعا المحفز لربما الأقوى التي يستعمله البيت الأبيض والكونغرس الأمريكي ومجلس النواب في اتجاه إسرائيل ومن خلال أصلا دعم الجمهوري الموجود لإسرائيل وأنه إسرائيل كونها هي الديمقراطية الوحيدة في المنطقة الشرق الأوسط فهذا هو السبب الذي يريد من خلاله يمكننا أن نحافظ أو نقوى علاقاتنا مع إسرائيل عنودا عن أي دولة عربية أو دولة ثانية موجودة في منطقة الشرق الأوسط ولكن الأهم من ذلك بأن اليوم مركز الأبحاث للإستراتيجيات في جامعة تل أفين كان قد وضع ورقة عمل واضحة بأن أخطر موضوعين موجودين على الطاولة اليوم فيما يتعلق في السياسة الخارجية الإسرائيلة هو الملف النووي الإيراني ونحن نقول أنه العلاقات ما بين أو التهديد الإيراني والموضوع الثاني هو علاقة إسرائيل مع الولايات المتحدة يعني دلمرة الأولى أنا على الأقل أشهد بورقة عمل من هذا النوع التي ترى بشكل واضح بأنه فيه توطر وفيه تراجع في العلاقات ما بين إسرائيل والولايات المتحدة وكما ذكرت واضح أيضا بأن مثل هذا التوتر على الأكيد سيزداد وسيتم هناك تراجع واضح في هذه العلاقة فيما استمر بن يمين نتنياهو في خطته اتجاه القضاء واتجاه السلطة التشريعية في إسرائيل نعم وبناء على كل هذا دكتور وفق قراءتك لصورة الوضع أيهما يقلق نتنياهو أكثر في هذا التوقيت بالتحديد الجبهة الداخلية التي يواجه فيها المعارضة وتحديات ليست سهلة داخل اتلافه أم الخارجية المتعلقة بصورة إسرائيل التي لا تلتزم بشرائع الدولية وانتهاك حقوق الأقليات والإنسان أعتقد ما يشغل بن يمين نتنياهو في هذه الفترة هو الموضوع الأول والأخير الذي يشغله خلال الثلاث سنوات الأخيرة هو كيفية الفرار من المحكمة والفرار من التهم الموجهة ضده وخوفه من أن يقع في نهاية المطاف أن يكون متهم وهذا ما يخاف منه بن يمين نتنياهو بأن بعد كل هذه المسيرة السياسية على مستوى إسرائيل وكونه اليوم وزير الحكومة الذي بقي أكثر من أي وزير حكومة صادق في إسرائيل هذا أن ينهي مسيرته السياسية في السجن وهذا ما يشغل بال نتنياهو أكثر من أي موضوع وبين هذا الموضوع وباقي المواضيع ما يحاول أن يجده أو أن يحاول أن يقوم به نتنياهو اليوم هو أولا الحفاظ على حكومته قدر الإمكان ورأينا مدى تأثير انسحاب أو دعنا نقول مدى تأثير قرار محكمة العدل العليا اتجاه بدرعي وكونه لا يستطيع بمنع من أن يكون وزير اليوم في حكومة إسرائيل ثانيا طبعا المظاهرات التي يشهد في الشوارع الإسرائيلية وعددها يتزايد من أسبوع إلى أسبوع وثالثا وبدون أدنى شك هو موضوع علاقة إسرائيل مع الولايات المتحدة خاصة وأن بنيمين نتنياهو مطالما لوحا بكونه رئيس الحكومة الأفضل للحفاظ على علاقات القدس مع البيت الأبيض بما معناه فيما تم تراجع في هذه العلاقات أو أي توطر في هذه العلاقات فهذا دون أدنى شك سيدعف من مكانة نتنياهو على المستوى المحلي جزيل شكر لك على هذه المداخلة المختص في العلاقات الدولية دكتور أمير خنافس شكرا جزيلا ترجمة نانسي قنقر